مرحبا أحبائي سأكون اليوم بشرح تمارين حرف العين المطلوب حلها في البيت لمفتوى المرحلة التمهيدية أرجو منكم الآن أن تفتحوا دفتر الأنشطة على الدرس الرابع الخياط والذي يأتي ضمن المحور السادس العمل والمهن على الصفحات ما بين 82 و 84 بداية لنتذكر سويا حرف العين بأشكاله المختلفة داخل الكلمة إذن حرف العين متصلا في أول الكلمة حرف العين متصلا في وسط الكلمة حرف العين متصلا في آخر الكلمة وحرف العين منفصلا في آخر الكلمة وكبقية الحروف التي تعلمناها سابقا حرف العين له أصوات قصيرة وطويلة سأبدأ مع الأصوات القصيرة لهذا الحرف عه عه عيه الحرف متصلا في أول الكلمة عه 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 عيه الحرف متصلا في وسط الكلمة عه 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 عيه الحرف متصلا في آخر الكلمة وعه عه عه عيه الحرف منفصلا في آخر الكلمة أما الأصوات الطويلة لحرف العين عه بالشكلين عه بالشكلين وعي بالأشكال الأربعة صفحة 82 1- ألون عندما أسمع صوت العين في الرسوم الأربعة 2- أجسم بإصبعي بحسب السهم ثم ألونه 3- أكملوه ثم أقرأوه ع زائد آ يعطينا ع ع زائد عو يعطينا عو ع زائد إي يعطينا عي صفحة 83 أربعة أضع في الفراغ ع ع ع ع ع ع سأقوم بمساعدتكم على حل هذا التمرين ع 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 أكتب كل كلمة في مكانها المناسب سأقرأ لكم الكلمات على أن تضع كل كلمة في الخانة المناسبة لها علم تعيدة باع تعود ستة أعيد ترتيب الكلمات في جملة صحيحة سأساعدكم في كتابة هذه الجملة بشكل صحيح كما نعلم نبدأ دائما بالفعل والفعل هنا هو رفعت من التي رفعت؟ أي من الفاعل؟ عبير ماذا رفعت عبير؟ رفعت عبير على ما بلادي إذن تصبح الجملة على هذا الشكل رفعت عبير على ما بلادي سبعة أرسموا فاكهة يحتوي اسمها على حرف العين قد تختارون العنب مثلا صفحة 84 والسؤال الأخير 8 أنسخوا سأقرأ لكم الجملة على أن تقوموا بنسخ كل منها مرتين باعت عبير لعبة سعادة لبست سعاد شال عفافة رفعت رباب علم بلادي وفي الختام أشكركم جزيلا وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر